بتركيا فيه متاجر مخصصة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وبما أنه ما عاد فيه غنى عن الأجهزة الإلكترونية بمختلف أغراضها وأنواعها لازم نعرف من وين نشتري الجهاز اللي بدنا ياه إن كان موبايل أو كاميرا أو حتى أدوات تنظيف كهربائية يا مرحبا فيكم بحلقة جديدة من سيميتو شاي معكن أنا سوكينا بتركيا فيه متاجر وسيطة بين العلامات التجارية وبين الزبون اللي هون إحنا يعني هلأ هاي المتاجر بتكون معتمدة دائما من قبل هالعلامة التجارية وبتبيع بنفس السعر اللي بتبيعه الشركة بيسموا هاي متاجر جملة الجملة قلتي لي سوكينا إنه كذا متجر معروفين بتركيا معتمدين من الماركات للأجهزة الإلكترونية والكهربائية هن متوازعين بتركيا كلها ما هيك؟ صح وفيه إلون عنات مواقع كمان فيك تشتري منه وبتوصلنا على العنوان اللي بدنا ياه وفينا كمان قبل ما نروح عن متجر نفتح ونطلع على الأسعار من الموقع وعلى المنتجات كمان منتنور يعني ومنتعرف شو فيما فيه بعد الفاصل رح أدليك كم متجر من هالمتاجر وشو متوفر فيهم والله يا ريت بنبلش بأكبر سوء للتكنولوجيا بتركيا اسمه تكنوسا موجود بكل تركيا وبيتوفر فيه أكتر من 3000 نوع من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر أجهزة دي في دي موبايلات موبايلات بكل أنواعها طبعا وأشكالها تلفزيونات أجهزة استوديو منتجات العناية الشخصية يعني طبعا مثل ما قلتليك من الشركات اللي بتعتمد على تكنوسا للتسويق ويبيعوا منتجاتهم أو قات حتى هاي الماركات هي اللي بتطلب من المتاجر يعني أنه يسوقوا ل اللي مثل تكنوسا أو غيره أنه يبيعوا لمنتج معين مثلا بيكون هالمتجر وسيلي لزيادة المبيعات بهالشركات طيب سوكينا شو هي الشركات اللي موجودة منتجاتها بتكنوسا هلا كتير في شركات ما اعتمد على متاجر تكنوسا وبتلاقي منتجات كتيره هنيك مثل مايكروسوفت سوني مثلا أبل نوكيا كتياتف سامسونج نيكون اتش بي فيليبس و اي بي ام الجي توشيبا كاسبر براون يعني هني ما رح عدهم كله أكيد بس هدول أكتر شي ايه صاح هدول أكتر شي معروفين ومتوفر منتجاتهم دائما هو تقريبا يعني فيه ميتين علامة تجاري طبعا بيصير البيع والشراء للمنتجات باتفاقيات مع هاي الشركات ممتاز منيح هيك بضمن على الأقل انه ما فيه أجهزة مغشوشة أو مضروبة أو ناقص منها شي قطعة لانه كتير من نسمع عن ناس بيشتروا من محلات مو معروفة موبايل أو شي قطعة كهربائية ولما بيفتحوا العلبة بيلاقوا شي من قطعها ناقص أو بتكون الكفالة وقتها قليل يعني تخيل يا رفيقتي أغدت مرة موبايل من محل هون بإسطنبول فتحت العلبة ما لقيت لا سماعاته ولك ولا حتى شاحنه مع أنه والله مكتوب بالكتالوك ومواصفات المنتج إنه موجودين بالعلبة بهاي الحالة يا بدك تضطري ترجعي للمحل وبيقلك روحي للشركة أنا ما دخلني أو بتروح عليكي يعني ممكن يكون باع قطعها هو هلأ ممكن بس هالقصص ما كتير بتصير بتركيا لأنه هالمحلات إذا بتشتكي عليها ما بيخلوهن يكملوا شغل بهالطريقة وبتحاسبوا فورا وشغلي حلوة بتكنوسها كمان إنه في مساحات بتنعرض فيها المنتجات للتجدبي يعني هيك فيك تختاري عمهلك يعني هيك فيك تختاري على مهلك وتجرب القطع اللي بدك ياها واللي حب عمالك تاخديها رائع وهذا مو يعني إنه إذا طلع في مشكلة بالشي اللي اشتريتي معناها خلص ما رح تقدر تعملي شي لا طبعا بترجعيها لأي فرع تكنوسها وهو بيوصلها للمصنع أو للشركة الأساسية تبع المنتج وبيعطيك وقت كمان بياخد منك شوية بيانات وطبيعة المشكلة اللي صارت معيك وبيكتبها وبعدين بيبعتها على الشركة لتصلح الخلال وبترجع لك على نفس الفرع اللي أخدتي عليك والله هالعملية سهلة أهو ما اتعذب بتصليحها بمحلات لا بعرف إذا بيكون شغلة نظيف ولا لا هلأ هالشغلة بس متوفرة ضمن مدة القرانتي هلأ يعني اللي حتى تعرفي أنه مدة الضمان هذا اللي ممكن يكون مثلا سنة سنتين أو ستة شهور أو حسب المنتج اي حلو بس لازم الواحد لازم ياخد بالو لكم صح لازم ينتبه متجر أكوستا مع أنه هالمتجر مختص بالصوتيات أو أي منتج إلو علاقة بالصوت وبيشتغله كمان بالستوديوهات المنزلية كمان عندهم خدمات تثبيت أنظمة البناء الزكية حلو شو يعني بس بقى يعني مثلا البرادة اللي بتشتغل بالصوت بتعرفيها هلا داماني سمعني فيها والله بتعرفي بعض الشركات أو البيوت بتعتمد نظام صوتي لكل الأجهزة اللي بالبيت أو الشركة حلو مثلا الأضوية اللي بتشتغل على صوت صفقة أو البرادة اللي بتفتح وبتسكر على صوت معين حتى بيعملوا باب بيفتحها بصمة صوت وكلمة معينة والله شي رهيب على فكرة حسي حالي لازم أضحك يعني شو هذا كوستا أول مرة بسمع فيها بس كتير ظريف لا تقولي ليه يعني معنات كوستا مخصص لأي شي بيتعلق بالصوت كمان الإضاءة عندهم بعض المنتجات اللي إلى علاقة بالإضاءة وبيبيعوا علامات تجارية معروفة مثل فيليبس الجي وعندها منتجاتها يعني مو بس صوتية كمان في أجهزة التلفزيون أجهزة العرض وغيرها كتير أجهزية يعني مو كلها صوتيات بس ممتاز يعني صوتيات وشغلات تانية حلو والله في من المتاجر اللي مختصة ببيع منتجات الصوت كمان أو بالأصح هي شركة كمسمى أدق يعني شركة بيع وتوزيع على أكتر من 80 علامة تجارية وماركة عالمية بمجال مكبرات الصوت هي Extreme Audio في إلا بإسطنبول تلص صالات للبيع أكبر محل إلا هو بمنطقة دوردونجيليفنت بإسطنبول إذا بتعرفيها هلا بعرفها والله لازم روح معناتها زورها معناتها فيك تجربة كتير أجهزين اللي عارضينا هني عارضة هي تكون شركة عارضة أجهزية وفي غرف لتسمع المكبرات بأعلى كواليتي للصوت بأحسن كواليتي للصوت طبعا فيه خمس غرف تجريبية عن جد أكيد هالتجربة كمان بتسلي ويعني حتى لو الواحد ما بده يشتري بدي يروح جرب هلا هو فعلا بتسلي حتى بيسموا حالهم ديزني لاند للكبار أيوة لأنه عن جد مجرد تروحها على المتجر وإني كتفوتها تتفرجي على الأجهزة والتقنيات والتجربية متعة خاصة أيوة أكيد متاجر وطن حاليا عندهم 15 متجر سبعة منهم باسطنبول والباقي بيأضنى وبورصة وإزمير وقونيا ومرمريس سكينة هلأ هذا متجر وطن أو متاجر وطن شو بيبيعوا فيه؟ تقريبا مثل تكنوسا بيبيعوا كل منتجات التكنولوجيا الحديثة مثل أجهزة الكمبيوتر ومنتجات البرامج الترفيهية والكاميرات الرقمية كاميرات فيديو كمان فيه أجهزة عرض إلكترونيات يلي بتنتجه أغلب العلامات التجارية التركية والعالمية سامسونج فيليبس اتش بي مايكروسوفت وكتير كتير غيرهم ومثل عندي كمان ميديا ماركت نفس النظام تقريبا نفس المنتجات من الشركات المصنعة بس بوطن كمان فيه 40 نوع من الأجهزة المحمولة أجهزة الكمبيوتر المحمولة اللابتوبات مفتوحة ومحطوطة على حوامل الكمبيوتر وفيك تتفقدي كل قطع اللابتوب قبل ما تشتري وفيك تجربي فيك تجربيهم كل ييعطون يعني كل اللابتوب ممتاز وبالمناسبة وطن بيوصل أي شيء تطلبيه على البيت اللي عنديك فورا هلأ مع أنه أنا بصراحة ما بقى ما نجيب هالأجهزة واشتريها أونلاين إذا ما شفتها بعيني قبل ما اشتريها ما بيتطمن قلبي بحس كتير فيه غش ومشاكل بتصير على الطلبات اللي منجيبها أونلاين إذا كانت بس إذا كانت بس مجرد لبس أو شنتاية مثلا فكيف بقى بدي أوسق جيب لابتوب بدون ما شوفه والله صعبة هلأ هو معك حق لما يكون المتجر مو معروف مزبوط ما حدا فينا بيأمن أنه يجيب قطع حتى تياب فهالمتاجر موجودة أصلا على الواقع وموجودة دامك يعني أنت فيك تنزل عليها فيك تشوفه شو موجود فيها مجرب ونعاين مزبوط فهو نفسه بيتكفل بأنه يعدل أي غلط أو يصحح أي مشكلة صارت معك أونلاين يعني إذا أخدت شيء أونلاين صار معك غلط أو طلع بالقطعة مشكلة فهو اللي بيتكفل بالموضوع لأنه بالأخير هو علامة التجارية إله نفسه هو صح الأجراءات بتعلّل قلب لأنه إذا تعطل شيء وأخذت لهم ياه بديك تنطر فترة يعني فترة طويلة كتير لترجع يتاخذ جواب أو ليصلح الخلال بس بتظل أفضل بكتير من المتاجر المجهولة هو صراحة مزبوط يعني مثل ما قلتي الانتظار كمان سئل بس حلو طيب شو في المتاجر كمان بتبيع شغلات بتتعلق بالتكنولوجيا عنديك مثلا ديمير هوم سينما سينتر بأنقرة هذا فيه إلو فرعين بأنقرة فيه كل منتجات العناية الشخصية الإلكترونية ماكينات حلاءة فراشة سنان على البطارية أو إلكترونية مثلا وكتير شغلات كتير قصاصي عني كمان هني بيحطوها هاي بالواجهة لأنه بتلفت نظر بتشد العالم صحيح جسلا بلي بتكون وكمان فيه كتير منتجات بتتعلق بأنظمة الصوت في كتجربية وفيه عندي كمان متجر جديد السيني انشأوه هو هزل السيستام ومتاح بـ 21 مدينة تركية بيبيعه فيه كاميرات شاشات وكتير أجهزة إلكترونية لـ 18 ماركة يخز العين شو كم متجر موجود بإسطنبول أو اللي بالتركية بشكل عام والله هلا لسه ما ذكرنا غير كم متجر بس لسه في كتير متاجر وفي متاجر غير عم تتأسس يعني كل فترة بيطلع متجر جديد وأحلى شغلي بهالمتاجر إنه بتوفر كزا ماركة من الأجهزة مع بعضهم يعني بتعرضهم لتجدوا بكلهم سوا هذا الخيار ممتاح إذا رحت على محل ببيع الماركة الوحدي طبعا يعني مثلا إذا رحت على سامسونج بيعرضوا لك بس الأجهزة اللي متعلقة بسامسونج اللي جاي من سامسونج وبهاي الحالي ما فيك تقارني أو يكون عندك خيار تاني أصلا فعلا والله معك أنا بصراحة ما بعتمد كتير على محلات الشركة النفسة لأنه بتحسي بدون يبيعوك أو بدون يبيعو اللي عندن وما بنصحوك بشي ينفعك لأنه بيعرضوا اللي عندن وبنظرهم كل شي من هالشركة هو منيح طبعا لهيك بتوكل على الله وبروح على هالمتاجر تيكنوسا وطن ميديا ماركت وهلأ صار عندي خيارات كثير ممكن تجربها صحيح هلا شكرا هون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وإذا عندكن أي أسئلة أو اقتراحات عن أي شي بيتعلق بالمتاجر بتركيا فيكن تتركوا مقترحاتكن على صفحات عن البلدي بودكاست على فيسبوك انستجرام وتويتر فيكن تسمعون كل حلقات زيميت وشاي على أبل بودكاست جوجل بودكاست ساوند كلاود ستيتشر وانغامي كنت معكن أنا سوكينا وانا هلا من عينة بلدي بودكاست